رابط بقى بالكلام اللي كنت لسه بقول لحضرتك إنك لازم تقلق لعبي الفريق بأمور مالية لجنة التغطيط بالنادي الأهلي قدمت، ده خبر برضو خاص للرقم 10 قدمت اقتراح للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على الكرة بتجميد مستحقات اللاعبين لما بعد بطولة كأس العالم للأندية بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة الاختراح ده لقى قبول الكابتن محمود الخطيب وغالباً هيتم تنفيذه طيب عايز أقول لك رقم كمان عشان تعرف إن الأهلي في مشكلة في تراجع النتائج واضحة جداً يعني الأعلي الموسم ده حتى يزي اللحظة لعب 15 مباراة 15 مباراة كسب منهم أقل من 50% الأهلي بيكسب أقل من 50% للنسبة بتاعته الطبيعية قوي تبقى إيه؟ 80 و90% الأهلي كسبان 7 مطشاط متعادل 6 مطشاط وخسران 3 بتتكلم أو عفوا خسران 2 7-6-2 7 فوز 6 عادلات وهزمتين رقم ما ينفعش يحصل لنا دي الأهلي ورغم كده أنا مش شايف أزمة في الفرقة الأهلي بيوصل كتير حتى الدفاع للناس كلها بتتكلم عنه آه في بعض الأخطاء بس برضو مش كوارث مش طول الوقت في كوارث فأنت ما عندكش أزمات كبيرة طيب ترجمة نانسي قنقر